بمناسبة النهائي أنا حقيقة حابب قبل ما أدخل في الأخبار أتكلم شوية على بيرسي تاو كولر بيرسي تاو نسخة مرسل كولر لأنه بيرسي تاو واحدة من الصفقات اللي لمكنتش طبعا بدايته كانت كويسة بدايته كانت مشجعة يعني الناس قالت أنه في احتمال كبير أنه الاسم ده يكون مؤثر جدا ورامع جدا مع نادي الأهلي لكن بعد كده تعرض لغيابات لإصابات لتردد أو تزبزه في مستوى وبالتالي كان محل انتقادات مش هادر أقلل يعني بس من جزء كبير من جماعينا دي الأهلي لكن لما تيجي تشوف بيرسي تاو النهاردة في تاني موسم لي مع الأهلي موسم أول ما كانش في أفضل مستواته مع بيتشو موسماني ثم موسم تاني أكتر من رائع تحت قيادة مارسي تاو إجمالا لما تيجي تقيم صفقة زي بيرسي تاو وتشوف أرقامه وتشوف مستوى فعليته وتشوف حجم تأثيره مع الأهلي في الموسمين بما فيهم الموسم اللي ما كانش فيه كويس وتقرنوا مثلا بمستوى الأجنحة مش بس الأجانب الأجانب والمحليين المتقلقين والغير موفقين هتلاقي أنه حجم إنجاز وفعالية بيرسي تاو بالأرقام على مستوى المساهمة والصناعة يعني على مستوى صناعة الأهداف وعلى مستوى التسجيل أعلى تقريبا من كل الأجنحة اللي موجودة في أكبر وأهم الفرق المنافسة وبالتالي ما تيجي هو عمل طبعا عمل مطش رائع عمل مطش رائع في جنوب أفريقيا تايرين بي جنوب أفريقيا زي ما إحنا كنا باللعب غيني في المغرب جنوب أفريقيا كان بتلعب المغرب نفسها بس المطش كان في جنوب أفريقيا والمغرب أنتوا عارفين طبعا منتخب تقيل جدا مع ركراكي وعامل شغل في كاس العالم والحالة المعنوية ومستوى الثقة بالنفس ومستوى العناصر والأسماء كمان تكلم على واحد من أجمد أو من واحد من أكبر المنتخبات الكورت القدم في أفريقيا وبالتالي لما يظهر قدام جنوب أفريقيا ويخسر في تصفيات أفريقيا الخسارة مش مؤسرة يعني هو كده كده واصل هو جنوب أفريقيا زي مصر وغينيا كده ضمنين التأهل الفرق دي ما بتبصش على التأهل الفرق دي بتبص على اللقب فهو ما عندهش مشكلة في قصة التأهل لكن لما يخسر الحقيقة في جنوب أفريقيا واحدة من المطشاط اللي نتاجتها تعتبر مفاجئة بالنسبة لكتير من الناس وخصوصا طبعا مع تقلق بيرسي تاول اللي بقول لكم طبعا أنه صحف جنوب أفريقيا طائرة بيه وخصوصا هو اللي سجل هدف الأول لجنوب أفريقيا خلاصة الكلام أنه في بعض الأوقات ممكن الظروف تبقى مش وده حصل كتير حصل مع أسماء كتير جدا جات في الأهلي وعانت وفقدت ثقة الجمهور في بداية المشوار لكن مع الوقت ومع الدعم والدعم ده مهم جدا دعم المعنوي ومع القادة الفنية اللي تقدر تعيد الصياغة وتعيد الاكتشاف وتعيد تقييم القدرات النقلة ممكن تحصل دي قصة بيرسي تاول اللي اتكررت قبل كده مع فليكس واللي اتكررت قبل كده مع فلافيو واللي اتكررت كتير مع أسماء تانية مقدمتش مواسم أولى نكحة لكن مع الوقت قدرت أنها تكون من أهم عناصر النادي الأهلي في على مستوى الفعلية والتأثير فده درس مهم جدا لازم أنا بكلم دايما عارف طبعا الجماهير اللي عاشت وشافت موقف كتير جدا تعلمت وعندها من الخبرة الكفاية لكن دايما بكلم الجيل الصغير الجيل اللي عايش على سوشال ميديا فأوقات كتير جدا الضغط السلبي ممكن يكون له تأثير أو نتيجة كلنا ما نتمنيهاش النقطة التانية الحقيقة اللي عايزة أكلم فيها هو مستوى الفعلية الجماعية احنا بنتكلم على فريق بقالنا أكتر من موسم بالمناسبة أو الجماهير يعني بقالها أكتر من موسم بتتكلم على قصة المهاجم من أول تولي بيتسو موسماني المسئولية ويمكن كمان من قبل كتا في الفترة دي انت حققت ثلاثة دوري أبطال من أصل أربعة نهائي وصلت ليهم وحققت وصول المربع الدهبي في كاس العالم ثلاث مرات على التوالي ومنهم نسختين فست بميداليا برونزية وحققت اتنين سوبر أفريقي ويسيبك بقى من المحليات يعني يسيبك من النسخ المحلي عشان هي بطولات كتير في النهاية اللي عايزة أقوله أنه القصة مش جديداً بتبقى قصة الصفقات صحيح الصفقات مهمة وصحيح أنا شخصياً منتظر من الموسم الجديد صفقات ما حصلتش في تاريخ النادي الأهلي خصوصاً أننا حطت عيني على ألقاب وبطولات أتمنى إن شاء الله أنه الأهلي ينجح فيها زي سوبر ليج وزي بطولة كاس العامل أندي نتمنى أن نحقق فيهم نتائج تاريخ بالنادي الأهلي وبالتالي أنت محتاج عناصر ما دخلش الكواليتي بتاعها وخصوصاً كمان مستوى المنافسة حواليك بميوسع نهاردة شايفين التحاد خلص في بنزيمة خلص في نجولو كانت النهاردة النصر بعد بجاب رونالدو بنتكلم على جندجان أكيد الهلال بيعمل صفقات كتير جداً فالخصة النهاردة المنافسة في المنطقة بتزيد يوم بعد يوم والمنافسة في أفريقيا شفنا قد أصبحت في منطقة الشراسة النسخة الأولى أو النسخة التسعة اللي حققتها من ثلاث مواسم إلى حد كبير مشوارك فيها كان أسهل نسبياً النسخة النجمة العشرة اللي قابلت فيها كايزر شيفز برضو إلى حد ما كنت قادر تسيطر حتى لو كان في بعض المطبات لكن النسخة الأخيرة دي كانت المنافسة فيها في منطقة الشراسة فلاك أنت تخيل شكل المنافسة في النسخة اللي جاية سواء بقى بنتكلم على سوبر ليج أو على شامبيونز ليج فإحنا في جميع الأحوال منتظرين لكن ما تنساش أبداً في أي لحظة من اللحظات أنك أنت الأهلي وأن الروح والشعار والهيبة والتاريخ لهم تأثير كبير جداً جداً في مشوارك ترجمة نانسي قنقر